بعض ائمة المساجد والشيوخ يقرؤون على الناس باياتنا القرآن والدعاء فيعلمونه ماذا اصابك وبعضهم يقول له اصابك شهر وبعضهم يقول اصابتك عين الى اخر ذلك من كلامه الذي يقولون فما حكمكم في هؤلاء وحكم الذهاب اليهم وحكم التصليق بهم وهل ما يقولونه صح اذا كان طالب العلم الذي يرطي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المشفور او علامات تعيه بها العين فلا بأس بذلك ذكروا عليه ما يصطر الله من كتاب الله كالفاتحة وعيث خرصي وقلوا الله هل نمعود الكين او غير من الحياة فالله جعل القاسفة من العين ومن السحر ايضا حتى قال اصلاق لا رقية الا من عين او حمى فالعلم يعني لا رقية اولى واشفى اولى اولى وانفع الا من عين او حمى والعين هي النظر والحمى سمد وتسنون قال الله عليه الصلاة والله بأس بالرقى ما لن تبع شركة وانفقى ورقى عليه الصلاة والسلام وامر ان نقى اولاد جعفر قال وقال انها صبت والعين قال امهم انها صبت والعين صبت والعين فامرها ان تستطيع لهم فالرقى لا يأتي من العين فاذا كان الطالب الحين العروف بالعقيدة الصالحة انه جرب هذه الغمور وان ما فيه بلان انه من ما يعرف انه من عين او انهم سحر السحور فيتعطى لعلاج السحر او علاج العين احنا بقى عين حق ولو ان شيء سبق الغواء اتبقى في العين وقال لا استغسلوا فاذا عريف العين استغسلوا نطلب منها يأخذ وجهه واقضر داخلة ازدار واطلاف يدي ويدي حتى يصب على المعين وهو يشفى بالنزفة بإذن الله او يرقى بما يشفى الله من اقرى من الفاتحة وعيث الكرسي وعيث ذلك وغالب انه ينفعه ذلك بإذن الله وهكذا مسحور يرقى من فاتحة وعيث الكرسي راية السحلة في شورة الأعراف ومونس وطاها تقرأ فيما إلا فهو الله مع قواقب والله وكاثرون وهو الله رحبهم معودتين ويصروا به بعض الشيء ويتهوش من الباقي ينفع الله بذلك كثيرا ممن يصاب بالسحر والسحر واقع يقع كثيرا قال الله جل وعلا واتبع عمات السيادة على مكتر سليمان وما كفر سليمان ولا فيما الشياء كفروا يعلموا أن لها السيادة وما أنزعنا في البعب الهوة وماروط وما يعلم من أحد حتى يقولا إِنَّا نُهِدَةُ وَلَا تَكْرُ فيتعلمن منهما ما يفلقن به بان مرء وزوجه وما هم بظاهرين به من حجل بإذن الله ويتعلمن من ضرهم ولا ينفعهم فالسحر واقع من كثير من الناس منهما يقتل منهما يمرض منهما يغير العقل العقل لهم في أنواع من الخروجات ويستعينوا بجن والشياطي في ذلك وقال وقع هذا في عدد موسى عليه الصلاة والسلام وقام سعارة بالعون بجمع العصر والحبال وقام جمعه على عرض الناس وستخبوا حينهم فتظنى الناس أن هذه العصر وهذه الحبال حياتي يخيّر إليه من السهر أنها تسعى فلما ألقى أبو سعى صلاة لقفتها وأخذتها كلها وعرف الناس بطن أهل السهر وخرى استحار سجل لله عز وجل وتاموا وأنا أولى الله سبحانه وتعالى والمقصود أن هذا له علاج يعرف بالعلامات التي اعتادها أنه سهر استعمل أفرق أمر السهر ونكر بعض المتقدمين أن من أسباب العلاج وأن من ما يضخوا في العلاج سبع ورق أسلس دق ودق مجاكلة على الماء أيضا وأن هذا أيضا قد يمتع إلي الله من أمر السهر وهكذا في أمر الرجل يفشع عن زوجته ويمنع من زوجته إذا قلئ له هذه آيات يعني فاتحة مع عيث الكرسي وقلت يأيه هكذا وقلت بالله عنه عودتين وشري منه وتسل الباقي في الغالب أنه يسل أثره ويطلق حفثه